السلام عليكم مشانسين معاكم موندوس مايكل عادل وان شاء الله في الفيديو النهاردة هنكمل رسم شبكة من بعد البومس هنيجي هنا نجمع الهدر بتاعنا نلاقي ان القطرة هنا كيمته متين وخمسين فهاجي ارسم الريترن بمقاس متين وخمسين اللي هو خط زي المهم حدد هنا اهو لو اخدت الهدر ده اجي ابدأ من هنا هرسم لحد هنا نهاية المصار كاب همسجي امسحها واي نقطة اقدر امسحها طبعا ما عنديش مشاكل خالص همسجي برضو امسحها هنيجي هندوس عشان اكمل رسم المنطقة دي وامد شوية قدام واقول له كاب عشان نعمل طبعا من الناحية دي طب اللي هنا هندسة نفس الفكرة برضو هنيجي نرسم صورة بكتر وليكن مية فاجي اقول هرسم من هنا لحد هنا كتعة مصورة كده وهاخد الحتة دي من النقطة دي هنا كزلك هنا عشان اسهل على نفسي عملية الرسم بدل ما انا اعملت اعيد الرسمة تاني كل مرة لا ممكن اخد حاجات كوبي كده سريعة وخلص بها الرسم تاني بعد كده هاجي ارسم وضحت ان انا اخليها عشان تبقى الحام بسبب فرقة اكتر هلمس ده هلمس ده بعدها اعيد تاني عن طريق المصطرة بحيث ان اعيد اخر امر مرة تانية تاني اهو هلمس بعدها المين اهو هلمس بعدها المين اهو ممتاز جد طيب دلوقتي انا عايز اطلع بالخط ده الخط ده زي ما احنا وضحنا ده الخط الرئيسي بتاع الرتيرن والغوتر اللي هيبقى ماشي في طول الكوردور ده طيب الخط ده هيبقى فين يا هندسة هيبقى في الهاي لفل في ارتفاع عالي طيب ليه يا هندسة وضحنا لان في ابواب وخلافه لازم عالي الخط ده طيب هجي ارسم دلوقتي المصورة بتاعتي اللي بكتر امتين وخمسين دي اهي فمسلا انا مش هرسم على الخط نفسه هرسم تحتيبي شوية عشان ازود المسافة ما بين المصورتين وده هيتوضح لما نرسم هبدأ مسلا من هنا كده هرسم المصورة المتين وخمسين دي لحد هنا بعد كده هو لما اخد البرانش ده وراح عشان ينزل في الرايزر من بعدها المقاس بقى امتين فهعمل كليك يمين يبقى امتين اوكي وريدوسر كونسنتريك وافضل ماشي بعد البرانش ده بقت القيومة مية وخمسين اوصل لحد هنا كليك يمين موديفاي تبقى القيومة مية وخمسين برضو كونسنتريك اهو افضل ماشي بعد البرانش ده بقت مية خمسة وعشرين كليك يمين موديفاي مية خمسة وعشرين اوكي اهو تبدأ تكمل معايا لحد هنا كول ده بقى بمية خمسة وعشرين. البرانش ده بقى مية. يعني من بعد التي الاخية ديت هقول له هنا واخليها مية اوكي. وكمل لحد فين. لحد هنا وقف. كده انا رسمت من اوله الاخره اللي موجود فين في بتاعتي. خلاص هو ده خط بتاعي. امسح. هيجي بص على خط ده خط اللي هو الخط ده. صحي كده? طب ده بدأ منين هندسة بدأ من الهيدرز اللي هنا دي. طبعا هتعمل هندسة هرسم وده بكتر ميتين وخمسة. فاجي ارسم. اوكي بمقاس ميتين وي خمسين اهو. اوكي. هبدأ من اي نقطة برة كده هنا. لحد النقطة دي. ده الهيدر بتاعي الرئيسي. لحد النقطة دي وقف. عشان تطبعا هنا في تيه. امسك دي امسحها والنقطة دي امسحها. ودي كذلك. طب نهاية المسارة هيكون فيها طبة. يبقى. المس النقطة دي. كليك مين كاب. ده ترسمت زير فول. طيب يا باش هندس. الخط الرئيسي بتاعي هنا. كم ميتين وخمسين. لما هيخد منه البرانش ده برضو هيكمل بمقاس ميتين. حلو. يبقى انا هنا عايز اعمل تيه بمقاس ميتين وخمسين. طب ما كنا ممكن نكمل. بصوا الفكرة دي. هكمل رسم عادي لحد مصل للنقطة دي. واكوع وانزل لحد هنا. من بعد ما خدنا البرانش ده المقاس بقى ميتين. فاقول له كمين يبقى ميتين. طب بعد كده اعمل ايه? حصل لحد النقطة دي. وهكوع من هنا كده المين? هكوع من هنا. شفتوا بقى المسافة اللي كان هو هتطهالي الخط ما كانش كافية ازاي? ان انا قدر احط الخطين جنب بعض. فانا همسح الخطوط دي طبعا. لان اي خط ريتيرن انا عايزه هاخده من النقطة دي دلوقتي. طيب في خط ريتيرن رايح لحد المكنة اللي ناجي. سيبك منه دلوقتي. الخط اللي انت هتكمل به ده دلوقتي كده. اللي انت هتكمل به كده ده. هو ما كانش هنا قلبه. هو هنا كان تي. لان هو هيكمل بمتين وخمسين. وهنا دي متين. اعمل ايه? امسك القلبه ده امسعه. واقول له هنا. تقدر تكمل عشان تبقى هتكمل للشبكة اللي هتطلع لفوق. وتيجي من هنا تعمل ايه هندسة? تدوس على تي. وتختار التي بتاعتك بقى. ايا ان كان نوع تي او كنشن على الحسب النقاس. طب يا هندسة اوصل ده بده. هقول لك لا لسه. زي ما انا لسه موصلتش ده بده. لو الخط ده بالخط ده. برضو مش هوصل ده. بده دلوقتي. لحد ما شوف نقطة ولزمني بليبل معين. بالمناسبة الخط ده. ده رايح للمكان اللي هناك وده كتر تمانين. وده جاي من. فانا هيجي هنا ده. هعمله موف شوية عادي. واخده من هنا كده. فهاجي اقول له ارسم اهو. ارسم ايه? اهو. بكتر تمانين. انا بارسم الشبكات بس. مش بحط بس انا في اعتباري وانا شغال او خاطط في دماغي وانا شغال. هاجي لحد هنا كده مسلا لو ما لبش نمسين. واعدين امش كده. ومش كده. هتقول ليه كوعت يا هندسة? عشان نرجع لحتة اللي انا مشتها. مش انا كانت المصورة دي تقديريا هنا كده. وانا عملت لها موف شمال. هي دي الحب دول لانا رجعتهم تاني عشان اخش في نفس النقطة على وحدة جميلة. ده البرانش اللي رايح مني كده. طيب يا باشوان رس مايك. هنا كان فيه تي اقول لك مش هينفع نكمل بتي. تقول لي ليه مش هينفع نكمل بتي. تي دي او الوصلة اللي هنا دي كترها ماتين وخمسين. صعب جدا اني يلاقي في السوق من ماتين وخمسين للقطر التمانين اللي فوق ده. تبقى تعمل ليه? اقولك هتخليها كوع زي ما كانت. بس انا مش هوصلهم ببعض. يعني دي هعمل لها البرة كده عشان هاخدها كوع بدي. خلاص? ولكن انا قلت ايه? مش هكوع دلوقتي. وهمسك الخط ده للأسف يعني وهعمل له موف شمال شوية هنوضح ليه ده دلوقتي. وبعد كده همسك دي هعمل لها الحد المصور. خط اللي كان داخل من هنا هاخده منين? من الخط ده. اجا اقول لهم عايز ارسم دغطر بمقاس التمانين هرسمه من هنا. الخط بقى. واكوع برضو شوية بتوعي كده. واخش على الوحدة بتاعتي. الشكل ده. طب انت عملت كده ليه هندسة? هنشوف دلوقتي. دلوقتي انا عايز اعمل اوصل دي بيقولت لك برضو استنيها هندسة ما توصلش خارج المضاخات مع المين دلوقتي. ارسم لي الخط الرئيسي بتاعك. هتقول لي هعمل الخط ده بمقاس المتين. اهو. افضل نكمل. لحد هنا. بقى المقاس مية وخمسين. يبقى مية وخمسين زي ما عملنا قبل كده مع هنعيده تاني مع هنا بقى مية خمسة وعشرين اهو. مية خمسة وعشرين اكمل بالمية خمسة وعشرين دي لحد الاخر تقريبا بعد البرانش ده بقى مية اوكي بكمل لحد هنا واقف كده. كده انا رسمت اللي ماشيين معي. حلو جدا. خلي بالك ان في خط هنا اللي هو اهو. خط بمقاس متين اهو. يبقى ده بمقاس المتين اوكي. حابدى ارسل من ايه? من دي اهي. ومشي شوية كده بس واقف. طب وبعد كده هلمس تاني وقلمس النقطة دي. واقول له من ايه? او هنا مش فرقة. ولكن انا اخترت عشان يبين شكل الرايزر اللي هو الشكل ده. هنا كذلك انا مش عايز ابين اي حاجة من الخطوط. احفكر حتى المحابس ممكن مظهرهاش دلوقتي مش عايزها خالص. هقول له ارسم لي بنفس الكتر اللي هو امتين. هبدأ من او من النقطة بتاعت الدايرة دي لحد هنا كده مسلا. بعد كده هجي اقول له. النقطة دي. برضو. لان انا لو قلت ده ونوردس بصه شكل يبقى عامل ازاي? هيبقى الهدر مش باين. فانا مش حابق بشكل ده الصراحة. انا هقول له بحيث باين بتاعي. اللي هي. حطينا كده تمام. هبصل دي بدي عادي. طيب سؤال ومحتاج تركيز. مين العالي ومين الواطي هندسك? ولا هتمشي بالمصورتين في تقول لي يعني ايه? اقول لك يعني المصورة دي هتخليها في كام? والمصورة دي هتخليها في كام? اقول لك يا هندسك بشكل عام. وانت ماشي في بنفضل ان المصورتين اللي يكون في حاجة من اتنين. اما ان المصورتين يكونوا فوق بعض في نفس النقطة? او ان المصورتين يكونوا جنب بعض على نفس الليفل. تقول لي ايه الفرق? اقول لك لو هم الاتنين جنب بعض على نفس الليفل زي كده. فانا المصورة دي عشان اعرف اوصلها بالمصورة دي لازم يكون في فرق وبالتالي اي برانش باخده من المين باخده بكوع لفوق او كوع لتحت على حسن. صح كده? يعني المصورة دي تكون اعلى من خط الكل دي تكون اوطى منه. لازم نفديها. والغالب بنفادي بقب نطلع لفوق. طب لو حضرتك خليت المصورتين فوق بعض بالزبط. يبقى انت هتاخد التي ستريت. التي هتاخدها بشكل دايريكت. لو عايزين نشوف ها بشكل كويس او بشكل واضح. لو انا جيت افترضت مع حضرتك المصورتين دول هم. خطهم كوبي وتلاقينا على جنب كده نشرح عليهم سريعة. لو انا عندي اه مسلا يعني جهاز تكييف موجود في النقطة دي. وعايز اوصل عليه. والمصورتين في نفس الليفل جنب بعض كده. هطلع من ده كده. اب. وخش على المكناة بتاعتي. وهطلع بدا كده. اب. وخش على المكناة بتاعتي. وده الشكل الاكثر شيوع في التوصيل. طب الشكل التاني ايه هندسة? ان يكون ال تو رايزرز بتوعي في نفس النقطة بس فوق بعض. فوق بعض يعني عاملين كده. ساعتها حضرتك هتعمل ايه? هتحتاج او هتضطر تخلي ال رايزرين دول قريبين من المكناة. عشان هتاخد من ده دلوقتي كده. وتطلع وتخش على المكناة. وهتاخد من ده دي كده مسلا وتخش على المكناة. الشكل ده مش محبب اوي. ولكن في بعض الاحيان ممكن تضطر تعمله عشان تفادي كليشات باي شكل. فانت يا اما هتخلي المصورتين فوق بعض فبالتالي الليفل اتغير او تخليهم جنب بعض. فانا عن نفسي هفضل الاختيار الاولاني طالما متاح ان المصورتين يبقوا جنب بعض في نفس الليفل. تب ليه هندسة في نفس الليفل? ده سؤال حلو على فكرة. في نفس الليفل عشان يحقق اقولي ميزة كمان. ان لو انا افترضت ان ده الليفل الارضية بتاعت الروف تبقى تحميلة واحدة شايل للاتنين. ما المصورتين بنفس القطر يبقى عمل لهم تحميلة واحدة تشيل المصورتين جنب بعض. لكن لو انا خليت مسورة اعلى من مسورة هتبقى عمليات التحميل صعبة وهتبقى مجهدة قوي في عمليات التركيب. لكن كده لأ انا تحميلة واحدة هشيل المصورتين عليها. يبقى ده تاني سبب عندنا. نيجي نبص عندنا خلاص انا كررت ان المصورتين دول هيكونوا في نفس الليفل في هاي الليفل ولا يكون اتنين متر ولا حاجة. طب المصورة دي فيه? المصورة دي خط ده خط في لو فانت عايز تطلع للعالي. يعني انت عايز لما تعمل تي يكون الكوع عالي فهتختار تي بقبل اجد. بعد كده تلمس البرانش ده وتلمس المين ده. تلاقي الامر اترسم بكل سهولة. وبعد كده حضرتك هتبقى عايز توصل للهيدر بتاعك ده مع مين? مع قالك ان اللي انت رسمه ده رسمه بمقاس تلتمية. والهيدر اللي عندك بتاع رسمه بمقاس متين. وبالتالي هتظهر عندك مشكلة. نحلها ازاي? قالك امر بسيط جدا. هنمسك كل ده كده. نعمل له دي سيليكت. اعمل ده هنرسل حد هنا. وبعدين هنقول له ديامتر خليهولي تلتمية. اوكي. من النص. بعد كده هرسم حتة بمقاس تلتمية. رجع عالي تاني بالمتين وخمسين اوكي. وخش بها على الجزء بتاعك في الرسم. بعد كده هقول له انا عايز هرسم تيه داون. هلمس البرانش. بعد اياه هلمس الما. رسم الجزء ايه بتاعته. وبعد اياه اقدر اصغر في بتاعتي. وازباطها جنب ايه؟ جنب التى. جميل. طيب دلوقتي بابي يا يا بشانرس. المصورة دي في مقاس دي في مقايقة ف福ب عالي. المصورتين دول. خلي بالك في الحتة دي في سيم ليفل. المصورتين دول في سيم ليفل. طيب انا ريحت هوصل لجهاز. انا رايح هوصل لجهاز. عشان اوصل لجهاز. والمصورتين Festival في أناige سيام وطير تقول لي لأ اقول له ايه? يقول لي المسورة دي هي اللي في لكن المسورة دي دي خارجة من البنبس اه في ليفل عالي ولكن مش 3 متر مسلا. لأ ده من كم متر او متر ونص من الارض. فانا لسى عايز اطلع اعلى الفوق. اقول لك خلاص هاتلي القلبه دا. بس القلبه دا خلي بالك من اسمه فانت لما تستخدمه بتدوس الاول علي الحاجة اللي في العالي او اللي انت عايزة في العالي اللي هي دي بعد كده تلمس على الحاجة اللي انت عايزها في اللو لفل اللي هي دي جميل بعد كده هندسة عندي مصورتين خلي بالك دلوقتي المصورة دي بقت في لفل مختلف عن المصورة دي بسبب القلبو دا وين دا فالمصورة دي اقدر وصلها بتي ستريت عادي جدا فهدوس تي اختار كونيكشن ودوس الستريت ألمس دا وهلمس دا زي الفل وخرجت بدي في لفل عالي فدي تقطع دا يبقى هنا في كات كروسنج هكت دا لما ييجي مع دا حلو طب ودي خارجة خارجة في لفل تاني مختلف ادوس على تي اهو وهلمس البرانش بعدية هلمس المين ووصلها للحام وهاجي اوصل هنا هلاقي ان انا محتاج اعمل حاجة ان انا محتاج امسح الكوعدة وامسح الكوعدة ليه? لان المصورتين دول جايين في لفل عالي انا عايز اوصلهم لفل وحدة الارهاندلينجيونت ادوس هنا هلمس الاول الحاجة اللي في العالي بعدها الحاجة اللي في اللي هو كذلك هنا ألمس اللي في العالي بعدها الحاجة اللي في اللي هو عشان ننزل لمستوى وحدة المناولة يبقى انا كده قدرت احدد level high بتاع الموجودين عندي في البروجيكت وكمان قدرت اخرج ببرانشات واروح بيها على البروجيكت او اليونتس الموجودة عندي على الروف وكده يا فرنسين نكون خلصنا بعض الفيديو النهاردة ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل مع بعض رسم بقية النقط شكرا لكم فرنسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة